ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها هنا هنشوف مع بعض عندنا أداة لتقطيع البطيخ والأنناس والشمام وهي بتكون مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدى وزاي ما انت شايفة كده استخدامها بيكون سهل جدا وبسيط بعد كده دلوقتي تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة 3 في 1 المخصصة لتقطيع وتشكيل الفكهة او الخضار زي مثلا تقدر ان انت تقطع البطيخ او الشمام لكذا شكل زي ما ظاهر كده قدامك من خلال الفيديو بعد كده هنا عندنا فرشة وقشاطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الأرضيات او استجاد او مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدرية قشاطة كل المية والصابون من خلال القشاطة اللي بتكون موجودة في الفرشة دي بعد كده هنشوف عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده بييجي متقسم لتمن خنات كده او تمن برطمنات بالشكل ده تقدر ان انت يتنظم فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل البودر او الصحيحة والصندوق ده طبعا بييجي مكوم للرطوبة بيحفظ لك اي طوابل انت بتستخدميها فيه بعد كده هنشوف عندنا منظم للبيد بيجي عبارة عن دورجين وهو بياخد معاك تقريبا اتنين وثلاثين بيضة تقدر ان انت تثبتيه جوه التلاجة او بره التلاجة بعد كده بقى هنشوف مع بعض عندنا الفوطة اللي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على امتصاص السوائل تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك وهتشوف معايا من خلال الفيديو ده بعض الطرق اللي تقدر من خلالها تستفيدي من الفوطة دي وهنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بيجي معاها كذا قطعة بأحجام مختلفة وهي بتساعدك على فصل البزر من مختلف انواع الفكهة او الخضار اللي بيكون موجود فيه بزر زي التفاح او الطمر ودلوقتي هنشوف عندنا المصفة دي تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحودة عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها المواعين او الخضار او الفكهة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدر من خلالها تشيلي كل الوبر من على الهدوم او الكنب بكل سهولة وطريقة تنظيفها سهلة جدا زي ما انت شايف كده معايا من خلال الفيديو هنا عندنا مصفة تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها وتقدر ان انت تستخدميها لتصفية الفكهة او الخضار او الفراخ او اللحمة واهم حاجة في المصفة دي انها مصنوع من السيليكون وما بتاخدش مكان عندك في المطبق خالص بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بيجي معايا فرشة بتساعدك ان انت يتوزع الزيت بشكل متساوي على الحلة او الصنية بتاعتك وهنا هنشوف مع بعض عندنا اداة تقدر ان انت من خلالها تسني مختلف احجام استكاكين او المقص وهنا هنشوف عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على اقدار الحمام بكل سهولة من خلال اداة التثبيت اللي بتيجي معاه وبعد كده تقدر ان انت تنظمي به الشامبوهات او الكريمات او العطور بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تنظمي به السوسات او التوابل او الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزها وطبعا تقدر ان انت تثبتيها عندك على الرخامة او في دلاب المطبخ بعد كده عندنا الكباسة اللي بتساعدنا ان انا نحل كل مشاكل الهدوم او الاحذية وطبعا هي بيبقى ليها كذا طريقة في الاستخدام وكل طرق استخدامها دي هتشوفيها معايا دلوقتي من خلال الفيديو ده وهنا هنشوف عندنا منظم تقدر ان انت تنظم فيه مختلف انواع الزيوت او السوسات وهو بياخد معاك تقريبا نص لتر من اي نوع زيت او سوس عاوزة تنظمي بي بعد كده هنشوف عندنا ممساحة او اسفنجة تقدر ان انت تعصري منها كل المية وكل سوائل التنظيف اللي بتبقى موجودة عليها بكل سهولة وغير كده بتكون صغيرة في الحجم وطريقة تصميمها بتساعدك جدا انك تنظفي بيها كل الاسطح او الاجهزة اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بكل سهولة بعد كده هنا عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتي على اقدار الحمام وتنظم عليه المناديل الورق او المناديل المبللة بعد كده هنشوف عندنا اداة تنظيف المريات والاداة دي بتيجي عبارة عن اسفنجة واشاطة في نفس الوقت بيبقى فيها جزء مخصص كده تقدر ان انت تدي فيه فيه سائل التنظيف وهي بتكون مرينة جدا في الاستخدام تقدر ان انت تنظفي بيها المريات او الشبابيك بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا سلة تقدر ان انت تثبتيها عندك بكل سهولة على اي درجة او على ضلاب المطبخ وترمي فيها اي بواية اكل او اي حاجة تانية انت عاوزيها وهنا بقى تعالي شوفي معايا عندنا اداة للتنظيف طريقة تصميمها عملية جدا تقدر ان انت تثبتي عليها مختلف انواع المناديل واللي تقدر من خلالها تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار او الفكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك ان انت تجففي مختلف انواع الخضار او الفكهة يعني مثلا لو انت عندك ملوخية او خاص او اي نوع من انواع الخضار او الفكهة تقدر ان انت تجففيه بكل سهولة من خلال المجفف ده هنا هنشوف مع بعض عندنا شماعة البناطيل والشماعة دي بتحتوي على كذا رف تقدر ان انت تنظم عليها اكتر من البنطلون بالطريقة اللي انت شايفاها معايا من خلال الفيديو وبكده بتوفر عندك مساحة جوا الدولاب وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الاخطية او الاطباق اللي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام تقدر ان انت تنظمي بيها وتغسط بيها اطباق الاكل او تقدر ان انت تستخدميها كاطباق للتقديم بعد كده هنشوف عندنا منظم للبوكاليات بيجي متقسم لتت اجزاء تقدر ان انت تنظمي فيه ست انواع من البوكاليات وغير كده المنظم ده بيجي معاه ادامة معيارية تقدر ان انت تعاير بيها الكمال اللي انت محتاجاها من الحاجة اللي انت نظمتها في المنظم ده بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات تقدر ان انت تنظمي بيها الهدوم وتقدر ان انت تنظمي بيها البطاطين او اللي الحفة وزي ما احنا شايفين كده المنظمات دي بتاخد معاكي كمية كويسة جدا من اي حاجة انت عاوزة تنظميها بيها وبتساعدك برضو ان انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي تبقى موجودة عندك في الدولات هنا عندنا مصفة تقدر ان انت تتحكمي في الحجم بتاعها وتقدر ان انت تستخدميها لتصفية الفكهة او الخضار او الفراخ او اللحمة واهم حاجة في المصفة دي انها مصنوعة من السيليكون وما بتاخدش مكان عندك في المطبق خالص وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا قطعة الخضار الاربع في واحد الكهربائية طبعا هي بتشتغل عن طريق شحن الـ USB تقدري من خلالها تقطعي وتفرومي مختلف انواع الخضار او اللحمة او الفراخ وطريقة استخدامها سهلة جدا وبييجي معاها فرشة تقدر ان انت تنظفيها بكل سهولة زي ما انت شايفها معايا كده من خلال الفيديو دلوقتي ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على كرتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقت بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا بالفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا بالفيديو ده والادوات اللي محتاجها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدري ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداية كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما ازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عمي الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس بس كده دول التلات طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسيبكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر